أطلقت وزارة تربية والتعليم مبادرة مراسل مدارس التي تهدف لإشراك طلاب المدارس في العمل الأعلامي لتغطية فعالياتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتصب إلى تحقيق أهداف التربية الأعلامية لدى النشأ مبادرة مراسل مدارس أطلقتها وزارة التربية والتعليم لإشراك الطلاب من كافة المراحل الدراسية في العمل الإعلامي على أرض الواقع لتغطية فعالياتهم وأهم الأحداث التربوية من خلال مواقع تواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك لإعداد مراسلين إخبارين محترفين وتأهيلهم للعمل كمراسلين في المستقبل إضافة إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم الإعلامية وتدريبهم على تقنيات الإعداد للتقارير الإخبارية طبعا عندنا مبادرة مراسل ومدارس هي مبادرة تحت الطلبة المهارات الإعلامية من أجل أن يصيروا في المستقبل روافد من روافد المجال الإعلامي في البحرين سواء في مجال الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة وحتى السوشال ميديا والإعلام الجديد طبعا نتطلع مستقبلا أن نكون وكالة إعلامية وكالة إعلامية طلبية تكون مصدر للأخبار والمشاريع التي تقيمها الوزارة في المدارس بالإضافة أن نتطلع لمشاركة طلبتنا باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ولغات أخرى إن شاء الله مستقبلا في الصحافة المحلية وفي الصحافة العالمية نتمنى أن يكون أعضاء إن شاء الله هالسنة يكون عندنا أعضاء في أسرة مراسل ومدارس من ذوي الإعاقة يبلغ عدد المراسلين حوالي 25 طالبا وطالبة من كافة المراحل الدراسية والتعمل إدارة الإعلاقات العامة والإعلام لجانب منسقين في المدارس بالكشف على مواهب الطلبة الإعلامية من خلال الأنشطة المقامة في المدرسة أنا من ضمن مراسلين مدارس استفادت من مراسلين مدارس الشوء وايد مثل زالت ثقاتي بنفسي وقوت شخصيتي وصار عندي القدرة على الحوار تعلمت من مراسل مدارس أني صرت جريء أكثر وصرت هافق بنفسي أكثر استفادت من مراسل مدارس أنه لما فيني موهبة الإلقاء والثقة بالنفس والجرأة حبيت الإلقاء وحب إن شاء الله أن أكون هنا في المستقبل مذيع استفادت من مراسل مدارس أني حبيت الإعلام بشكل مميز وحبيت أني أكون علامي وعرفت شلون أصور وشلون منتج بدون أن أقطع بدون أن أفعل أي شيء بدون أن أخرب المقطع أو أفعل شيء قير صحيح التجربة أثرت فيني وزادت الجرأة فيني للتواصل مع الآخرين وتقوية الغتي الإنجليزية التجربة أثرت فيني شخصياً وايد وزادت ثقتي بنفسي وزادت عندي الطلاقة في اللغة الإنجليزية وفي لقاء لمراسل مدارس مع رئيس وأعضاء جمعيات الصحفين البحرينية لعرض المبادرة حيث قدمه الطلبة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية واستعرضوا خلاله انطلاقة المشروع في العام 2013 وتطوره خلال السنوات الأربع الماضية والبرامج التدريبية التي التحقوا بها في المدارس والفعاليات التي قاموا بتغطيتها إعلامياً أشاد مؤنس المردي وأعضاء الجمعية بهذه المبادرة والتي تسهم في تأسيس جيل إعلامي ناشئ مؤهل للانخراط في المؤسسات الإعلامية مستقبلاً بسهولة ويسر تجربة أتشوفها جداً راقي ومهمة عندما نرى أطفال في سن مبكرة يكونون أهم المراسلون لنقل الأخبار المدارس وعمل المقابلات وهذا الصغير يحمل هذا التجربة إلى تخرجه فنقررنا أن ننشأ لجنة تسمى لجنة المدارس سوف يكونون أعضاءها هم المراسلون سواء مهما كان عمره سوف يمارس عمله وسوف تكون الجمعية داعمة له من ناحية الخبرة وتوفير لها الأشياء الضرورية سوف يشاركون في أي حدث يصير في الجمعية ينقلون الأخبار ويعملون المقابلات سوف يكون عنده الهدف الأساسي الدعم في الحقيقة احنا شهدنا عرض مميز للصحفيين المراسلين المدارس وفي الحقيقة هو المطلوب كان من فترة في مجال الصحافة ننتظر مبادرات من هذه النوع التي تسقل لنا جيل جديد من الشباب التي سيدخلون مجال العمل الصحفي ويكونون متمرسين وقادرين على الإعطاء والعمل في هذا المجال مبادرة مراسلي مدارس من المبادرات الرائدة في مجال العمل الإعلامي الطلابي في المنطقة وتستحق الدعم والمساندة باعتبارها رافدا مهما من روافد الإعلام في مملكة البحرين ومساهما أساسيا في تحقيق أهدف التربية الإعلامية لدى النشأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر